وعلى هامش أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث لإنترنت الأشياء سلم محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دكتور محمد التميمي ترخيص تقديم خدمات مشغل شبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء لكل من شركة ضوئيات متكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هدير الآلات للمقاولات ويأتي إصدار هذا الترخيص امتدادا لجهود الهيئة الساعية نحو تمكين مقدمي الخدمات من موكبة أحدث التقنيات العالمية وتطوير سوق الاتصالات وتحفيز الاستثمار فيه يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد أطلقت في عام 2018 ترخيص تقديم خدمات مشغل شبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء مبين شروط الحصول على هذا الترخيص